أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أسير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واطلب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يلذن الرحمن بضر الله بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال ربين إني آمنت بربكم فاسمعون طيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزدين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محفرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يقلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مختمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرج للقديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الخمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صليخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من الله ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعن من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعوه سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلواها اليوم بما كنتم تكفرون فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردنهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نرمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يطيعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ألعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محقرون فلا يحزنت قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من لطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لها مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لن يقول له قن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب بحورا ولهم عذاب وأصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب واستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتي يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحب مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لم يعوثون أو آباؤنا الأولون قلنا عم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكتبون أحشروا للذين ظلموا وأزواجكم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاضين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المقسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها يوزفون وعندهم قاصرات الترفعين كأنهن بيض مكلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخطرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعثبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خيرون نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتة للطالمين إنها شجرة تخفج في أصل الجحيم قالوا ها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسل فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوحهم فلنعم المجيبون ونجيناه أهله من القرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وترقنا عليه في الآخرين سلام على نوحهم في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم غرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعودون أئفة آلهة دون الله تريدون فما ظنك برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إذ لي سقيم فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما ترحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناكم الأسفلين فقال إذ لي ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عباد المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارقنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصارناهم فكانوهم الغالبين وآديناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجز المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلاهم وتذعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحمرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على إلياس إن كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطن من المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم نتمرون عليه المصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن ينسل من المنسلين إذ أبقى إلى الفلك المشعون فساهم فكان من المضحضين فانتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لا نبث في لطانه إلى يوم رعث فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأمتنا عليه شجرة من يقاطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد فآمنوا فبتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقاب معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المقسرين إن لهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاني والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا بهم قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم موذرون منهم وقال الكافرون هذا ساحر مكذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأوزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائل رحمة ربك العزيز الوحاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جمد ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذمت قبلهم قوم الوحي وعاد وفدعون ذو الأوتاد وثمود وقوم الوطي وأصحاب العيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة منها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيث إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعتيق والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفص الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف أصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفل لي وأزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا عبد الصالحات وقريب ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخرراك عنه وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعل لك خليفة في الأرض فحكم بين أن لا سب الحق ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شبيل بما نسعوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرمى بينهما ماطلا ذلك غنوا الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا عن الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك لينتبعوا آياته وليتذكر أولو الألباب وواهبنا لداود سليمان نعما عبد إنه أواب إذ عنض عليه بالعشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردها علي فطافق مسحا بسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبقي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء عفن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن لمسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل مارط وشراب وغهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك دغثا تطرب به ولا تحدث إن وجدناه صابرا يعمل عبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العيدي والأذصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنه صالونا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النور وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من الأشقار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأرصار إن ذلك لحق تخاص أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القفار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار قل هو نبأ العظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من عينهم بالملاء الأعلى إذ يختصمون هي وحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق مشرا من وطين فإذا سويته ورفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته به طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقات المعروف قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منه المخلصين قال فالحق والحق أكون لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجرهم وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر ثل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفاو خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلقهم في قرمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فألا تصرفون إن تكفروا فإن الله غلي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزيروا وازرة وزر أفرا ثم إلى ربكم ورجعكم فينبقكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان طرد دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله انتمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آلاء الليل ساجده وقائما يحذروا الآخرة ويرضوا رحمة ربه قل هل يستغل الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربك للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا وأرضوا الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إلا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا أذلك هو الخسطان المبين لهم من فطهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عبادي فاتقوا والذين جدنب الطاغوت أن يعبدوها وأنابوه إلى الله لهم المشرق فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهوا الله وأولئك هم كل الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله المعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفره ثم يجعله حرما إن في ذلك لذكران أمم الألمان أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في الطلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وثانية تقوى شعب منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يؤمن الله فما له من هادث أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذلك ما كنتم تكسبون كذبا الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزية في العياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك بيت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون اشتركوا في القناة